شكرا هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لاهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متمنيا له دوام الصحة والعافية من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادقة مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية في العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راصخة وممتدة سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء السنغافورية لهاسن لونج رسالة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك هذا والتقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السنغافورية فيفيان براكشنان وبحث اللقاء أطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما شاهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا وانتقدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربا ودوردا مشروع القرار وصفة إياه بالإغفال الصارخ لحقيقة ما يحدث مشيرة إلى أن بريطانيا لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسية من جانبها طالبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنرويج وأيرلندا طالب بعقد اجتماع طارئ لجلسة مجلس الأمن الدولية حول أوكرانيا اليوم الخميسة وذلك على خلفية تظاهر الأوضاع الإنسانية في البلاد قالت السلطات الملاحية في بنما إن ثلاثة سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضافت السلطات البنمية أن واحدة من هذه السفن تعرضت للغرق لكن دون الإبلاغ عن ضحايا وقال مدير السلطة الملاحة البحرية في بنما إنما لا يقل عن عشر سفن أخرى ترفع علم بنما ما زالت عالقة في البحر الأسود مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن للمنطقة لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب أكثر من مئة آخرين في اليابان جراء زلزال قوي بلغت شدته نحو 7.3 دراجات ضرب سواحل فوكوشيما وأوضح رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا أن الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر اليابانية وتوقفت حركة المواصلات إلى شمال شرق البلاد بالإضافة إلى انهيار أجزاء من وجهات المباني في بعض المناطق وأعلنت الحكومة اليابانية حالة التأهب القصوى تحسبا لوقوع هزات أخرى قوية جديدة ووقف خدمة القطارات فائقة السرعة إلى أجل غير مسمى تأهل فريق فياريال الإسباني إلى الدور ربع النهائي بدور أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفانتس الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إليانزا ستوديوم وذلك ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دور أبطال أوروبا كما تأهل أيضا فريق تشيلس الإنجليزية إلى دور ربع نهائي دور أبطال أوروبا بعد الفوز على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جامعتهما على ملعب بيار موارا فاز فريق ليفربول على أرسنال بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما على أستاذ الإمارات وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدور الإنجليزية جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني عبر الدقيقة الرابعة والخمسين وأيضا في الدقيقة الثانية والستين من عمر اللقاء وبهذه النتيجة قلس ليفربول الفارقة مع منشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة ليصل إلى النقطة التاسعة والستين بينما يحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب البريمير ليج برصيد 51 نقطة وبهذا مشاهدين نكون وصلنا إلى نهاية التاموجز التاسعة ونعود لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل